أهلا بكم في قناة روايات صوتية باللهجة المسرية 2 تقديم بسنت محمد انجذاب في مكان آخر على وجه التحديد أمام الميتم ظهر روبا حثا عن كيارا قبل أن تصل الأخبار إلى أستل حاول تتبع هالتها الجديدة كعنقاء لكنه لم يجد أي أثر لها هناك علم حينها أنها لم تعد للميتم شعر بالارتياح لأنها لم تختار مكانا واضحا للاختباء لذا لن تجدها أستل بسهولة لكن ذلك سيجعل مهمة إيجادها صعبة عليه كذلك قررت تتبع هالتها القديمة بالتعويذة التي صنعها من أجل أستل عليه يجد أي شيء يرشده إليها مما ذكره بذلك اليوم الذي استطعت فيه أستل إقناعه بكسر تعويذة والدته قالت أستل باهتمام زائف ألا تريد الانتقام لوالدتك أجاب روب حيرة ظننت أن أمي تم أعدمها لإعاقة حكم العشيرة قالت بخبثة على استعداد للتلاعب بعقله أجل ذلك صحيح لكن لطالما امتثرت والدتك للقواني ما فعلوا بها كان محزنا غفضت رأسها بحزن مصطنع نظر لها باستنكار لتكمل لقد قاموا بتهديدها وإلا لما فعلت أبي جلت ذلك؟ سألها بعدم فهم تهديدها تنحتت أستل بمكر أخفته جيداً قبل أن تقول صحيح لقد هددوها بك ابنها الوحيد اتسعت عين روبي عدم تصديق إذا كانت مجبرة فلما تم إعدمها؟ أجابت رافعة يديها بأس كاذب أقوانين صارمة ليس بليد حيلة لكن إن وجدنا الفتاة فلن يذهب موتها هباء سأل روء أستل التي لم تنزل قنعها أبداً لكن إن كانت الخالة ماكسين هي من هددت أمي فما ذنب الفتاة؟ قالت بش مئزاز الفتاة خطيئة يا عزيزي تركت ماكسين قبيلتها خلفها من أجل ذلك العنق جراند ثم أكملت خداعها سببت هذه الفتاة عدت مشكلات في عالم البشر لقد أرسلنا لها الأوامر وقامت بعسيانها طلبناها بالعودة لقبيلة لكنها رفضت عقد روح جبيه لكن أستل لم تترك له وقتاً للتفكير في إفتراءاتها كل ما عليك فعله هو كسر التعويذة التي صنعتها أبيجل أنت الوحيد قادر على ذلك ومع دجل أستل المتزيد اقتنع بالأمر واتبع تعليمتها حتى كسر التعويذة والدته التي أبقت كيارا حية لثمانية عشر عاماً استطاعوا تحديد ما كانها فوراً وقررت أستل محاكمتها الليلة التالية بدون تأخير بقى روح في فراش تلك الليلة في ضيق لم يعلم سببه فقد ساعتهم في الانتقام لوالدته وبينما تقلب طوال الليلة مسترجع المكونات التعويذة التي كسرها شعر أن هناك أمر غير صحيح دم صلة دمعة يأس وقلب صادق رد دارو تلك المكونات التي وضعتها والدته في التعويذة حتى توصل لسبب ضيقه دم الصلة كان لأن والدته هي خالة كيارا وإن كانت دمعة اليأس بسبب خوفها على ابنها الذي تم تهديدها به لكن الأخيرة لم تكن منطقية قال هامساً في حيرة قلب صادق إن كانت التعويذة تتطلب قلباً صادقاً فلا يمكن أن تكون والدته أجبرت على فعلها لابد أنها أرادت بصدق حماية تلك الفتاة كما أراد هو بصدق الآن إيجادها لكن سببه كان مختلفاً عن أستل فسبب روحه وشوقه للعائلة وهذا ما ساعده في كسر التعويذة أما أستل فقد أرادت حرمانه منها لم يصدق أنها كانت تخدعه لذا عاد لفراشه وانتظر اليوم التالي حتى يرى بنفسه لكن عندما رأى كيارا للمرة الأولى في الساحة علم فوراً أن أستل مخادع لم تحمل أي هالة سحرية حولها فكيف لها أن تعصي الأوامر أو تسبب المشكلات كما ادعت أستل حينها أدرق غاباءه عندما صدق أنها أرسلت إليها الأوامر لقد كانت تشهل مكانها فكيف أرسلت أوامر إليها أما صدمته الأكبر فكانت عندما أدرك أن أستل لم تكن تحاكمها محاكمة حقيقية حاول أقناع نفسه بما كانت تقوله أستل في تلك الساحة وبأن كيارا هي السبب في موت والدته بالفعل لكنه لم يستطع الكذب على نفسه أكثر وعندما عاصى أوامر أستل بيحرقها بنفسه علم أنه إن واجه أستل بالحقيقة فسيكون هدفها التالي لذا باقى صامتاً عاد رو للحاضر عندما لمع ضوء مصباح الحارس في جولته الأخيرة قبل الصباح فاختفى فوراً ثم ظهر عندما عاد الحارس لغرفته ركز رو على مهمته فلا وقت لثكريات الآن تتبع هالة كيارا قديمة بخطوات صامتة داخل الميتم حتى وجد نفسه أمام سريرها الخالي كتب على لوح كل سرير اسم الفتاة التي تستخدمه مؤكداً للدرو أنه في المكان الصحيح نظر حول الغرفة المليئة بالأسرة والفتيات النائمات وشعر بعدم الراحة لوجوده بينهم لذا قرر أخذ كل شيء بسرعة وتنظيف هالتها من هناك حتى لا يترك لقاستل أي خيط يقودها لكيارا لكنه قبل أن يبدأ بجمع أغراضها انتبه للفتاة التي تنام في السرير المجاور وشعر بإنجذاب غريب تجاهها وجد نفسه يقترب منها من غير سبب حتى أغطى ظله شيئاً من وجهه نظر لها لعدة ثوان ثم رفع عينيه باحثاً عن اسمها في لوحة السرير قرأ أرو اسمها بهامس أمبر أمبر ديتوير شعر بنبضه يضطرب بلا سبب لم يفهم هذا الإحساس الجديد ورغم غرابة الأمر إلا أنه استرده كثيراً هزر أصاه متذكراً سبب وجوده في هذا المكان ووجد صعوبة في التركيز على مهمته والابتعاد عن الغريبة التي أمامه لكنه دفع نفسه لفعلها والبدء بجمع حاجات كيارا التي لم تكن كثيرة وبينما كان يبحث في كل مكان حول سريرها لاحظ الكتب الغريبة أسفل السرير أخرجها بهدوء ثم بدأ بقراءة عنوينها بصوت منخافض مندهشاً مما وجد صحرة مستثئبون مصاص دماء متغيرون جن صيادون المستبصرون الثعلب ذو الأذيال التسعة نظر لها رول لحظات في تعجب فتح كتاب الصحرة وقرأ أسر قريلة أعلمته أن هذه الكتب لا تحمل الخرافات بل الحقيقة تساءل من أين الكيارا بهذه الكتب ثم قرر أن يسألها لاحقاً أخذ قطعتي الملابس اللتين كانتا ملقيتان بإهمال فوق السرير ليضعهما في الحقيبة ثم استوقفه شيء ما عليهم ركز على الملابس في يديه لكنه لم يتأخر في معرفة ذلك مصاص دماء حملت ملابس كيارا بعض هالة مصاص دماء لم تكن هالة غزيرة لكنها تكفي لتعلم روء أنه كان قريباً منها جداً وضع ملابسها في الحقيبة وقرر التوجه لمدرستها حمل الحقيبة على كتفه ثم توجه للخارج بعد أن أخذ لمحة سريعة باتجاه أمبر وبينما كان يشق طريقه في الرطها وجد أنها امتلأت بهالة درازل توقف لتتبع مصدرها ليجد أنها بدأت من إحدى دورات المياه دخل بهدوء حتى لا يتفاجأ بوجود أحدهم لكنه تفاجأ بكتاب آخر من كتب كيارا وضع على المغسلة حمل هذا الكتاب اسم العنقاء تساءل مع نفسه بضياء حاملنا الكتاب كم تعلم كيارا عن حقيقتها ثم أهم بالتوجه للخارج لكنه سمع صوت خطوات قادمة باتجاه الحمام اختفى في الهواء ليتفاجأ بدخول أمبر للحمام نصف نائمة شعر بالإحراج لوجوده هناك لذا حاول الالتفات من حولها والخروج سريعا تجاوزها بنجاح لكنه ارتكب غلطة بعد خروجه انزل كتاب العنقاء من يده وارتطم بالأرض مصدرا صوتا عاليا أربكه التقط الكتاب فارون واختفى مرة أخرى منسطا بإمعان لما ستفعله أمبر كانت تقف في مكانها بلا حراك فلم يسمع خطواتها بعد ثم بعد عدة ثوان سمع خطواتها تقترب بثبات وهدوء فتحت الباب الذي كان يقف أمامه متخفيا ضارت بعينيها حول المكان بلا مبالاة ثم عقدت حاجبيها وقالت بإنزعاج من هناك؟ واشترون نفسه يحبس أنفاسه بلا سبب فلم تسمعه وإن سرخ لكنها تقف على بعض إنشين منه نظر لعينيها الخضروين بإعجاب خلطه الخوف شعر بالرهبة من نظراتها الباردة وكان متيقنا أنه لو ظهر أمامها الآن لما فضعت بل إن قضت عليه بشراسة أخذت آمبر عدة نظرات حول المكان ثم تذمرت بامتعاض وعادت للحمام حينها تنفس روسو عضاءه وابتعد عن الحمام بسرعة اتسعت خطواته متجها لغرفة الملفات في مهمة بحثة جديدة عن أي معلومة قد يستفيد منها بحث في عدة رفوف حتى وجد أن الملفات تم تقسيمها بمثل تقسيم الفتيات بالغرف وجد ملف كيارا الذي كتب على غلافه بخط عريب كيارا هاربر فتحه لكنه لم يجد شيئا يذكر فيه ظهرت على عتبة باب الميتم في إحدى الليالي بورقة صغيرة فوقها كتب عليها كيارا لا غير ليذا قاموا بتسميتها بكيارا ثم هاربر إشارة للميتم ككل شخص مشهول الهوية قام بقلب تلك الصفحة نصف الفارغة ليجد بعض تقييمتها الدراسية ذات الدرجات المثالية ثم خطاب طلب ابتعاثها إلى مدرسة ريفل ريتشا المحلية لتفوق كيارا المتميز أغلق الملف وأعاده لمكانه أراد الخروج لكن فضوله اتجاه أمبر جعله يمد يده باتجاه ملفها قرأ اسمها على غلاف الملف أمبر ديتوير فتح ملفها الذي كان أكبر حجما بكثير من ملف كيارا ليتفاجأ بما رأاه ابتدأ الملف بتقرير طبي بموت إمرأة اسمها إيلين ديتوير بعد ولادتها بدقائق ثم العديد من الملفات القضائية ضد شخص اسمه جون ديتوير خمى نروه أنه إما والد أمبر أو عمها لما بدى عليه من كبر في السن كانت أغلب التهم المكتوبة عن اعتداء ضد الأطفال امتدت لعدة سنين حتى وصل لقضية نزع ولاية عن طفلة ذاته ثمانية أعوام عليم أنها أمبر ثم أخيرا تقرير طبي آخر يفيد بموت جون ديتوير بجرعة مخدرات زائدة أغلق هارول ملف بأسة لممرت به تلك الطفلة وأترك حينها سبب برودها وعدم اكتراثها لموقف قد يجعل غيرها يرجف بخوف أعاد ملفها لمكانه ثم توجه للخارج متبعا هالد دريزر القوية بسهولة حتى وصل للمكان الذي توقفت فيه هالد كيارا مع هالد دريزر علما أنه أخذها من هنا ووقف في مكانه اللحظات رافعا يديه في الهواء إلى أن اختفت هالتها تماما وكأنها لم تكن في هذا المكان من قبل نظر لنافذة الغرفة التي وجد فيها قبل قليل وقرر العودة لاحقا من أجل أمبل ثم اختفى في الهواء عادت كيارا للوراء حتى واجدت الجدار خلفها علمت أنه لا مفر لها منهما تقدم ورويك حتى أصبح بجانب صديقه بمنظر أخاف كيارا حتى النخيع سقطت على الأرض بقدمين ترتعشين وخفطت رأسها مغمضة عينيها حتى لا ترى وتستطيع تنظيم أنفاسها وضعت يدها على صدرها تحاول كبح الحرارة المشتعلة منه وكأنه على وشك الانفجار كانت دماؤها تغلي وأذناها تصفران ولم تعلم كيف تتصرف ساحر أمامها على وشك قتلها وإن لم يفعل فستموت على الأغلب بسبب اترابطها الجسدية الغريبة تقدم ورويك خطوة نحوها لكن أليكس وضع يده أمامه لإيقافه التفت إليه ورويك ليجد نظراته المشفقة تجاهها قال أليكس برأفة انذر إليها يا ورويك كيف لهذه أن تكون سببا للضمار؟ اعترض ورويك غير مصدق للذي بجانبه أليكس هناك أحاديث عنها في كل مكان لقد بدأت بالفعل في إلحاق الفوضى قال أليكس مجرد شائعات احتش ورويك قد تكون حقيقة أخذ المصدر بعين الاعتبار أقول قبيلة أوشين لا تحتسب يعلم الجميع أنهم يريدون رد اعتبار سمعاتهم لأكثر كان أليكس يتكلم بهدوء لكن البرود في صوته أعلم ورويك أنه لن يتنازل عن موقفه فقال محذرا صديقه لقد أخبرنا الغريو بأفعال المهجنين أجاب أليكس تحذيره الغريو يحملون الماضي لا علم لهم بالمستقبل لذا لن أتخذ قراري بناء على قصة سابقة قال ورويك آخر حجة لديه حسنا ماذا عن المستبصرين لقد قاموا بتحذير الجميع تنحد أليكس عندما لم يجد ما يقوله والتفت لكيارة التي ما زالت على الأرض لاحظ حينها تلويها في مكانها وتملكه الضيق قال ورويك مصرحا لا سائلة فهو بالفعل يعلم قراره ستأويها أليس كذلك؟ آوم له أليكس بصمت ليكمل بانزعاج لن أشارك في هذا ثم ابتعد عنه وقال قبل أن يختفي اعلم فقط أنك تعرض نفسك للخطر بحمايتها لم يهتم أليكس بما قال ورويك بل كان كل همو التي تتألم أمامه رغم رابط الموضوع له فقد شعر بالألفة تجاهها من قبل في المدرسة ولم يملك التفسير لذلك أيضا لكنه شعر أن قلق الحالي تجاهها غير منطقي أبدا تقدم بهدوء نحوها ثم جلس على ربا واحدة أمامها مباشرة وضع ياده على كتفها جاذبا انتباهها رفعت رأسها مفزوعة لتجد أليكس وحيدا دارت بعينيها حول المنزل باحثة عن ورويك فالألم الذي اعتراها حجب حواسها عما كان يحدث قال أليكس مطمئن لقد ذهب التفتت إليه كيارا بتواجس ليكمل أنت بأمان الآن قالت بصعوبة وهي تطعت على صدرها بيقوه أريد العودة قال بهدوء ليست فكرة سديدة لكن كيارا هزت رأسها بالرفض فأكمل مؤكدا سأساعدك حينها تذكرت كيارا أن الفتى الذي ساعتها في الغيبة قال الشيء نفسه لكنها لم تشعر بالثقة العمياء نفسها التي أحستها حينها ثقتها بأليكس كانت اختيارها عكس الذي شعرته تجاه الفتى الغريب ثم تذكرت أن ورويك قال أنه سيساعدها أيضا قالت وجسدها يرتعش قال صديقك ذلك أيضا ثم أرد قتلي ليس عليك المرور بهذا مرة أخرى سأعلمك الدفاع عن نفسك قال أليكس ثم ضحك سخرا قد يكرهني العالم لهذا يوما ما تنحد وعادت له ملامح الجدية لكنه يبدو الخيار الصحيح حاليا نظرت له كيارا بجهل مقصده لكنها لم تجد الطاقة الكافية للتفكير فيما قالوا فالحرارة بداخلها تزداد كل ثانية تأوهت بألم ليقول أليكس هذه الحرارة بداخلك أنت تتعملين معها بالشكل الخاطئ عقدت حاجبيها باستعجاب قائلها كيف لك أن تعلم؟ ركز الآن وسأجيب جميع أسئلتك لحقا قال ثم وقف على قدميه جارا كيارا للوقوف معه وضع كفيه فوق كتفيها وأكمل الحرارة ليست لأذياتك بل العكس لحماياتك صمت قليلا ثم أمر اغمدي عينيك ترددت لوهلة لكنه ابتسم لها ابتسامة ناعمة فاستجابت له وأغمضت عينيها فتابع بصوت منخافض هذه الحرارة جزء منك الآن لن تستطيع التخلص منها لذا من الأفضل تقبلها سألت بنبرته نفسها كيف؟ فكري بها بدون قمعها ليتحاولي السيطرة عليها بل دعيها تكون درعا لك هزت رأسها بعدم فهم فأرضف تنفسي بعمق وعندما فعلت ذلك أضاف والآن اشعري بها تجري داخلك مع كل نفس دعيها تنقذك تنفست كيارا بانتظام وعقدت حاجبيها بتركيز ليقاطعها أليكس لا تركز عليها بل استرخي بيها استمعت إليه واسترخت مع كل ثانية مرت شعرت أن تلك الحرارة ما عادت تقلمها بل تحيط بيها وكأنها تحتضنها والمرة الأولى شعرت بإحتواء لم تشعر به في حياتها ثم ابتسمت بسعادة كطفلة صغيرة لكنها لم تنتبه للذي أمامها يبادلها لابتسامة ثم يمسحها سريعا فتحت عينيها بدهشة أوه أفضل؟ سألها فأوامت له بامتنان ثم أدركت أن يديه ما زالت على كتفيها نقلت نظراتها بين كتفيها ثم واقفت مكانها بإحراج فلحظ أليكس ورفع يديه بهدوء كيف لك أن تعرف طريقة السيطرة على الحرارة؟ سألت كيارا بإنبهار عندما التقت عينها بعين أليكس الذي أزحه مفورا وتجنب النظر لها لبرها مترددا ثم قال ببساطة معرفة عامة علمت كيارا أنه يتجنب الإجابة لكنها لم تفكر في الأمر كثيرا فقد كان لديها أمورا أهم يبدو أنك تعرف عني أكثر من معرفتي بنفسي قال بصوت منخفض يبدو ذلك قالت بابتسامة ملتوية إذن هل ستخبرني بما تعرفه أم معرفة عامة؟ التفت إليها ثم ارتسمت ابتسامة صغيرة على ملامحه قائلا سريعة البديهة قالت متفكرة ثم أجابت لا أظن أنني سريعة البديهة أنت فقط سهل قراءة ضحك ألجت ضحكة خافتة سببت لها ارتباكا طفيفا نظرت إليه بدهشة فلم ترى يضحك من قبل قال وصل ضحكاته لم يصفني أي أحك بذلك قبلك ثم حمحم مكملا سأخبرك بما أعرفه أشار لها باتجاه الأريكة حيث قام ورويك بعلاش قدمها تقدمته باتجاه غرفة المعيشة لكنها جلست في مكان مختلف عن السابق ثم جلسه مقابلا لها مرة أخرى قالت كيارا قبل أن تبدأ أريد أن أعرف ترددت قليلا ثم أكملت عندما آوم لها مشجعا من هي كيارا جرانت؟ أحجيه أخذ أليكس نفسا عميقا ثم بدأ في سرد القصة لقد أخبرني ورويك بقصة حدثت قبل ثمانية عشر عيما عن سحرة انشقت عن عشيرتها وحربتهم لأنها وقعت في حب عنقي قاطعته بصدمة وعنقي فكر أليكس قليلا ثم قال هل سمعت بأسطور الطائر العنقاء من قبل؟ حينها تذكرت الكتاب الذي لم تستطع قراءته قبل أن يتم اختطفها قبل كل ما حدث الليل هديت فنكا له تذكرت كذلك الوحمة أسفل ظهرها التي وجدت صورتها في الكتاب كعلامة فريقة تميز مخلوقات العنق عن غيرهم عقدت أصابع يديها في توطر قائلة أتقصد الطائر الذي يقوم بإحراق نفسه ثم يبعث من رمضه؟ لاحظ أليكس ذلك الارتباك المفاجئ الذي اعتراها وعلم أنها تخفي أمرا ما لكنه قرر عدم دفعها للكلام لذا أكمل صحيح العنقي هو من تم اختياره بواسطة روح العنقاء عند ولادته وهو أمر نادر لا يحدث كثيرا إذ على الطفل أن يكون ذي بذرة نقية لتختاره الروح ثم يصبح أحد خادميها للخير لكن التزاوج معه من المحرمات لماذا؟ سألت كيارا فورا توقع أليكس ذلك السؤال لذا كانت إجابته جاهزة العنق مخلوقات قوية جدا يستمدون قوته من النار وتخدمهم الطيور في كل مكان يكاد يكون من المستحيل قتله توقف فجأة إذ ابتسم بمرارة متقطئا رأسه وكأنه تذكر أمرا ما سألت بعد أن لاحظت تغير ملامحه يكاد أجل أجابها وهو بوضعيته نفسها ثم تنهد وأكمل بصوته منخفض الموت بالنسبة للعنق هو اختيار رفع رأسه ونظر له فمهما كانت درجة إصاباته يستطيع حرق جسده ثم النهود من جديد اضطربت نبضات كيارة عندما تذكرت أن الفتى الذي أنقذها قرر عدة مرات هذه الكلمات لقد نهضت شتت على أصابع يازها المتشابكة حتى تسيطر على توطرها لكن أليكس لاحظه بسهولة مرة أخرى قالت حتى تبدد ارتبكه لكن كيف لقواتهم أن تكون سبما لتحريمه أجابها أليكس بصوته الهادي لا يستحق أي شخص هذه القوة إلا إذا كان ذي بذر نقية والتزاوج مع عنقي قد يؤدي إلى ولادة مخلوق يحمل قوة والده دون استحقاقها أومت بفهم فأكمل وهذا ما حدث أنجب فتاة حاولت العشير قتلها لكنهم لم يتمكنوا من ذلك توقف هو يسترجع ما سمعه ثم أضاف ما سمعته من ورويك هو أن أحدهم أخفى قواها بتعويذ قوي ولم يراها أحد منذ ذلك اليوم سألت كيارا باهتمام ماذا عن والديها هز أليكس رأسه قائلا لم ينجو رغم عدم تصديقي لقدرتهم على قتل العنقي ثم رفع كتفيه كناية عن استغرابه وعدم فهمه سألت بصوت منخفض وغراند هو ذلك العنقي قال أليكس مصححا اسمه هو ألدريتش جراند والمرأة التي وقعت في حبه هي ماكسين ماكسين آيليس من عشيرة أوشين توقف لوهلة عقدت فيها كيارا حاجبيها ثم أكمل وأظن أن عشيرة أوشين هم من قاموا باختطافك قالت باستنكار إذن هم يظنون أنني كيارا جراند أجابها بهدوء ليسوا مخطئين سألته باستهجان كيف لك أن تكون واثقا أجابها ببرود متجاهلا نبرتها لن تقوم العشيرة باختطاف أي شخص لقتله لابد أنهم استطاعوا كسر التعويذ التي إخفتك لكن قالت معارضة لكنه قاطعها كيارا ثم توقف عن الكلام عندما التقت أعينهما دام الصمت الوهلة قبل أن يكمل مبررا بهدوء روح العنقاء لا تختار سوى الذكور كخادميها اتسحت عينك يارا بصدمة فأكمل موضحا مما يعني أنك هجينة تضاربت أنفسها للدخور والخروج بينما أكمل مما يعني أنك تلك الفتاة قالت شاعرة بالضيع لكنني لا أفهم أنا لا أحمل أي قول قال أليكس مفسرا ما حدث معك الليلة لقد ظننت أنهم قاموا بدفنك لكنك لم تكوني بداخل قبر بل بداخل رماضك صمت قليلا حتى تستطيع استيعاب كل ما يقول ثم أكمل بعد وهلة تلك الحرارة التي تشعرين بها ستكون قوتك إن تضربت على استخدامها بالإضافة إلى أنك بعثت من الرماض وذلك أهم قوة يمتلكها العنق وضعت كيارة رأسها بين يديها وأغمضت عينيها بقوة متمنية أن يهدأ عقلها قليلا حتى تستطيع التركيز في كل أمر على حدة قرر أليكس البقاء صامتا حتى تتمكن من التفكير مرت الدقاء بهدوء لم يتحرك خلالها من مكانه بل بقى في ثابات وسكون يراقبها بعنايه حاولت كيارة العودة للبداية متسائلة أين بدأ كل شيء؟ لم يقتصر الأمر على نجاتي من الحرق لقد شعرت بذلك الألم وكنت متيقنة من حدوث فلا لبس في ذلك إذ بقى أمر الحرارة الغريبة التي تسري في جسدي كلما شعرت بالخطر والألم الذي يعتريني في كل سنة قبل يوم مولدي وتزايد هذا الألم هذه السنة بشكل كبير كل الدلالات تؤيد ما قاله أليكس لكن هل كان سبب ازدياد الحرارة هو محاولاتهم لكسر التعويذة؟ كل هذه التساؤلات تدور بداخلها لكن لا إجابة أكيدة تمنت لو تستطيع العودة للميتم وأخذ كتاب العنقاء حتى تتمكن من قراءته لعلها تجد الإجابات لكنها تساءلت مرة أخرى لماذا أثق بهذه الكتب كثير؟ هل هدايا فانكا كانت مجرد مصادفة أم أنه يعلم بالأمر منذ البداية؟ فجأة رفعت رأسها باستغراب لكن عينيها وقعت بين عيني أليكس فورا فعقت حاجبيه بخفة لحركتها المفاجئة قالت مشوشة بعد أن قطع حبل أفكارها فجأة ظننت أنك رحلت أجابها بعد أن ظهرت ابسامة صغيرة على فمه لا لكن علي الرحيل الآن وقف على قدميه قائلا وأنت عليك أخذ قصة من الراحة لقد حل الصباح نظرت كيارا حولها باحثة عن نافذة تؤكد كلامه ثم تذكرت خلوه منزله من النوافذ عقدت حاجبيها بتعجب قبل أن تسأل لما لا توجد نوافذ في منزلك؟ نظر أليكس حول منزله بحاجبين معقودين ككيارا كالذي انتبه للأمر تون انتظرت كيارا رده ولكن عندما تقابلت عينهما وجدت الحير عليه وكأنه يبحث عن إجابه والآخر وبعد أن انتد الصمت الوهل أجابها أخيرا لا أحب الأضواء العالية رفعت عينيها للسقف لترى المصابيح الكثيرة الموزعة فيه كان المنزل منيرا رغم أن المصابيح لم تكن جميعها مضاءة أنزلت عينيها لتقابل خاصته مرة أخرى ضاقت عينيها بارتياب ولسان حالها يقول لو كان يكره الأضواء العالية فلما ملأ منزله بالمصابيح؟ قال أليكس حتى يشتت انتباهها بعد أن لاحظ شكها بالأمر سأذهب لأتجهز للمدرسة ونجح في ذلك لأن كيارا قفزت على قدميها قائلة صحيح المدرسة عليها العودة للميت محد قال بي حزم مقاطعا لا لا يمكنك الخروج من هنا أبدا نظرت له بتعجب أبدا قال مبررا بهدوء حتى تنتهي هذه المشكلة قالت ساخرة إذن ستبقيني هنا جبرا حتى تستطيع حمايتي أجابها متجاهلا نبرتها مرة أخرى لست أنا من يحميك بل المنزل سألت بحيرة المنزل؟ ورويك ووضعت عويذة حماية على منزلي قبل سنوات طو توقف وألقى نظرة خاطفة العين كيارا ثم أكبر قبل عدة سنوات قالت باستغراب تعويذة حماية أشبه بتعويذ التمويه لكنها بالتأكيد للحماية قال ثم سبقها بالتحدث قبل أن تستطيع سؤاله تريدين معرفة المزيد أومت بحماس فابتسم وأكمل لقد ترعرعتي في بلد تريفر ريتش لكن هل رأيتي منزلي من قبل؟ قالت باستعجاب بعد أن تذكرت عدم تعرفها على المنزل سابق لا أكمل أليكس هذا ما تفعله التعويذة قالت كيارا بدهشة تخفي المنزل أجابها بابتسام لا تخفي هالة من بداخله فلا يستطيع تعقبه أحد لكنها تموه وجود المنزل لمن ينظر إليه هذا رائع قالت بإنبهار وابتهج أليكس مكملا عندما يرى أحدهم المنزل يشعر بعدم اهتمام بال اغتجاهه بل يشعر بالملل لرؤيته وعندما يلتفت عنه ينسى أنه قد رأى تماما ويتذكر منزلا آخر من ذاكرة ومكانه لذا لو سألت أي شخص في البلد عن منزل ذي لون أسود لماذا تذكره أحد؟ أومت كيارا بإعجاب تلف بعينيها حول المنزل تتخيل التعويذة كقبة شفافة تحيط وتحمي من أعين الآخرين لكن لماذا قد يحتاج أليكس تعويذة حماية؟ تسألت عادت بعينيها إليه لحظ أليكس التساؤل في عينيها وخمن السؤال الذي يدور في رأسها أخرى شاتفه وعبث به قليلا مبتعدا عن نظرته ثم توقف والتفت نظر إليها بتفحص من رأسها حتى قدميها جعل النظرتها تتبع باستغراب ليقول أخيرا سيحتر عامل توصيل هذا النهار طلبت لك بعض الملابس مؤقتا عندها شعرت بالإحراج قد أدركت أنه كان يتفحصها حتى يستطيع تخمين المقاس لكن أليكس أكمل بجدية يمكنك استلامها بنفسك لكن لا تتعدي حدود الباحة الأمامية أو الخلفية أومت بفهم علمت أن تلك هي حدودة تعويذة أشار للغرفة التي استحمت فيها سابقا وأرضف يمكنك أخذ قصد من الراحة الآن ابتسمت بإمتنان وتوجهت للغرفة التفتت قبل أن تدخل حتى تشكره لكنه قد اختفت هزت رأسها بتعجب قائلة أحيانا خطواته غير مسموعة أبدا ثم دخلت الغرفة وأقفلت الباب خلفها استلقت على السرير الأسود وأرادت الاستغراق في أفكارها لكنها غرقت في النوم من شدة الإرهاق في مكان آخر جلست الممردة تراشا على الأرض أمام رجل كبير في السن حفرت الابتسام على وجهه ذي الملامح اللينة كان شعرها الأحمر منسدنا على كتفيها ولم تتكلف بعناء إخفاء أذنيها المستدقتين أو حجب قوة جاذبياتها كالمعتاد ومع ذلك خفضت رأسها بخجل والعار يملأ ملامحها بينما كان الذي أمامها يحمل قطعة قماش صغيرة بيده وينصف بها قطعة أثرية استرقت في حجره قالت تراشا بصوته منخفض مكسور آسف لم أكن أهلا للمهمة اختفت كيارة ولا استطيع إيجادها قال الرجل بصوته الهادئ المريح لا بأس قالت تراشا بإضطراب قام أحدهم بالتنظيف من خلفها وكأنها لم تكن في الميتم أبدا لكن الرجل اكتفى بالإيماء بتفهم فأكملت بإنفعال لا نعلم إن كانت بخير ولا نعلم من أخذها وإلى أين بخير أجابها بالنبرة المريحة نفسها والابتسام الواسعة ذاتها ثم أكمل مع شخص جيد وفي مكان آمن نظرت تراشا لهدوء بعدم تصديق فهي تعلم كل العلم أنه يبالي لأمر كيارة كثيرا استجمعت هدوءها علم أنه يميل للصمت أمام الإنفعال ثم سألت من بين أسنانها فانكا هل أنت متيقل ضحك فانكا دحكة خافتة تثلش قلب من يسمعها ثم أجابها يمكنك الاعتماد على ذلك اطمئني تنحت التراشا بارتياح ثم وقفت على قدميها ببطء حسنا إذن إلى لقاء آخر تراجعت للخلف دون أن تلتفت وقبل أن تخرج قال فانكا ابقي متيقظة رفعت عينيها إليه لتجد أنه لا يزال مبتسما ومنشغلا بتلك القطع الأثرية فقالت باستغراب عفوا أجابها بهدوء دورك لم ينتهي بعد ثم رفع رأسه نظرا إلى عينيها بعمق اضطربت نبطات تراشا قليلا بعد أن فهمت مقصده لكنها تمالكت نفسها سريعا وابتسمت قائلة بكل سرور حنت رأسها باحترام ثم غطست في الأرض أسفلها بينما توقف ثانكا قليلا عن تنظيف ما في يده مفكرا في المستقبل القريب والمصير المحتوم بالابتسامة نفسها التي لم يرى أحد من دونها أبدا أما في منزل آلكس فاستيقظت كيارا فزع للكابوس نفسه الذي لم يفارقها منذ أيام جلست في مكانها لاهثة تحاول ضبط أنفسها قبل أن تنهض تتوشه لدورة المياه لغسل وجهها بقليل من الماء البارد تأملت وجهها في المرآة لبرها ثم أعادت لها بعض الومضات من الكابوس وضيقتها هزت رأسها من تلك الصور تحاول إبعادها ثم فقدت الأمل عندما لم يجد الأمر نفهم علمت حينها أن لا مجال لتجنبه فقد بات الأمر واضحا الآن بعد أن قص عليها آلكس ما حدث ثعلب أبيض ضخم بثمانية أذيال امرأة تغطيها الدماء وتحمل طفلا رضيعا رجل يبكي بينما تأكله النيران تستطيع الآن حل الأحجية الرجل هو جرانت والمرأة هي الساحرة التي وقعت في حب والطفل أو الطفلة هي الهجينة التي يقولون أنها كيارا إذن آلكس محق تمتمت وتنهدت باستسلام فلم جل الإنكار أكثر بما أنك كابوس لم يكن مجرد حلم بل ومضى من الماضي لكن بقى شيء واحد يشغلها شيء واحد لم تفهمه بعد من هو الثعلب حدثت نفسها بحيرة وتسألت إن كان آلكس يحمل الجواب خرجت من غرفتها باحثة عنه لتجد أنه لم يكن موجودا لكنه ترك لها بعض الطعام على الطاولة ذهبت باتجاهه بينما كانت تتلفت بحثا عن مكانه ثم وقعت عيناها على ساعة الحقط في المطبخ المقابل لطاولة الطعام مشيرة للساعة التاسعة تنهدت بعد أن أدركت أنها لم تنم طويلا وأن آلكس ما زال في المدرسة جلست أمام الطبقة الذي أمامها لتجد بعض الفواكه المقطعة والبيض المقلي وقطعة خبز كما وجدت أن آلكس قام بتغليف الصحن حتى لا يجف الطعام حملت الطبقة وتوجهت للمطبخ لتسخينه شعرت بالغرابة كونها تقف في مطبخ آلكس بدون إذنه ثم تعهدت مع نفسها داخليا أن تعيد كل شيء لمكانه بعد أن تنتهي وضعت طبقها في الفرن بعد أن أزالت ورقة تغليف عنه واتكأت على طاولة المطبخ خلفها تراقب الفرن بترقب قبل أن تصلها رائحة القهوة تلفتت حولها باحثة عن مصدرها حتى وقعت عينها على جهاز القهوة في الركن المقابل توجهت إليه بحماس لتجد ورقة صفراء صغيرة بجانب الإبريق كتب عليها هناك عصير في الثلاجة كذلك آلكس حدقت بإسمه المشتوب وتخيلت سورة آلكس وهو يكتب اسمه في الملاحظة بتردد ثم يغير رأيه ويشتبه ابتسمت بإمتنان وضحكت لغربته قبل أن تعيد الورقة لمكانها فتحت بعض الرفوف حتى وجدت كأس للعصير ثم توجهت للثلاجة وفتحتها لتقف مكانها باستغراب مما فيها طبق بايد جديد تنقصها ثلاث حبات علب عصير جديدة بنكهات مختلفة وكيس خبز جديد تنقصها قطعة واحدة مغلف حبوب القهوة المطحونة الذي لا يبدو أنه تم استخدامه زجاجة ملح صغيرة قرورة زيت جديدة وبعض زجاجات المياه عدا ذلك كانت الثلاجة فارغة وقفت أمامها بحاجبين معقودين تفكر في الأمر ثم سحبت كيس الخبز ومغلف القهوة وزجاجات الملح وقرورة الزيت ووضعتهما فوق طاولة المطبخ أخذت علبة عصير البرتقال وسكبت لنفسها قليل ثم أغلقت الثلاج شعرت أن ما ستفعله غير لائق لكن فضولها كان الأقوى فبدأت تفتح كل رف تجد أمامها في كل أنحاء المطبخ ولم تجد شيئا سوى الأواني لا طعام أو بهارات الطعام أو حتى بعض المعلبات أو الأطعام السريعة للتحضير توجهت لسلة المهملات ورفعت الغطاء لتجد قشر البيض وعلبة الفواكه المقطعة الجاهزة ملقاة هناك بعد أن تم إفراغها في صحنها وقفت في مكانها تحاول الوصول للاستنتاج الصحيح بعد أن صدقت ظنونها حتى أفزعها صوت الفرد معلنا انتهاء تسخين الطعام أغلقت سلة المهملات وأخذت طبقها وكأسها لطاولة الطعام جلست والتقطت الملعقة ثم تنهدت وأقالت بصوت منخفض أليكس لا يأكل وبدأت بتناول طعام التسجيل الصوتي خاص بقناة رويات صوتية باللهجة المصرية 2 غراب ودم حاولت التفكير ماليا في الأمر فربما يأكل في الخارج دائما آومت بالموافقة عندما وجدت أنه احتمال لرائج لطالب في المدرسة يعيش وحيدا ثم قررت سؤاله عن الأمر لاحقا فربما تقوم بالطهي من أجل مقابل حمايته لها بالرغم أنها لم تبدو صفقة عادلة لكنها أفضل من لا شيء أكملت طعامها على مهل حتى سمعت صوت الجرس قفزت عن مقعاتها بخوف وعينين متساعتين مثبتتين على الباب في انتظار أن يدخل منه أحد ثم بعد عدة رنات أدركت أن من خلف الباب ينتظر منها الإجابة تحركت للباب خطوات بطيئة حتى وصلت للشاشة المتصلة بالكاميرا الخارجية لتجد أنه عامل التوصيل الذي أخبرها آلكس بحضوره لكن ذلك لم يخف من توطرها شيئا فتحت الباب قليلا واختبأت خلفه مظهرة عين واحدة فقط قبل أن يقول الصبي أمامها بنبر آلية طلبية باسم آلكس هال ردت بتلعثم أجل تنحد الصبي بملل وتفقد الأوراق في يده قائلا أنت آلكس هال توطرت كيارا وقالت بارتباك هال هل هناك مشكلة لكنه لم ينظر باتجاهها أبدا بل بدأ وكأنه على وشك النوم من شدة الضجر حينها تذكرت كيارا التعويذ المحيطة بالمنزل وأنها قد تكون سبب تضجر عامل التوصيل حسنا إذن وقعي هنا من فضلك قال الصبي بنبراته الآلية مرة أخرى ثم مد ملف الأوراق باتجاه مدت كيارا يادها وتناولت ملف الأوراق قائلة ليس لدي قلم تأفأ في العامل متذمرا وأخرج قلما من جيبه ثم ناولوا لكيارا التي تجرأت وفتحت الباب أكثر قليلا حتى ظهر وجهها كاملا لكن العامل لم يعرها أي اهتمام أخذت قلم ووقعت باسم آلكس ثم أعادت قلم والأوراق للصبي قائلة شكرا كانت إجابته وهو يناولها الطلبية فتحت كيارة الباب قليلا حتى تستطيع أخراج يديها لأخذ الصندوق منه لكن الباب استضم بقدمها وتأوهد بألم لم يهتم العامل بذلك أيضا بل بمجرد وصول الطلبية ليدها استدار واتجه لسيارة التوصيل التي أتى بها نظرت له كيارة باستنكار فلا تعلم إن كانت التعويذ حقا السبب أم أنه يشعر فعلا بالملج الشديد من وظيفته وبينما كانت تنظر لسيارة التوصيل تبتعد انتبهت لأحد الجيران يخرج من بيته في الشارع المقابل شعرت بالذعر فهمت بالدخول بسرعة صدم الصندوق بالباب ووقع أرضا بينما فتح الباب على مسرعيه حتى ارتطم بالجدار خلفه محدثا صوتا عاليا التفتت برعب للرجل الذي بدوره التفت لمنزل آلكس لكن مأن وقعت عينيه على أسوار المنزل حتى استدار فورا وصعد لسيارته دون أدنى اكتراث رفعت كيارة الصندوق بقدمها للداخل وأقفلت الباب بسرعة حملت الصندوق واتجهت لغرفة المعيشة ووضعت الصندوق على طاولة القهوة أمامها ورمت بجسدها على الأريكة تتنفس الصعوداء أسنتت رأسها للخلف قائلة كان ذلك مخيفا تأملت السقف قليلا وتمنت لو أن لديها الجراءة للخروج وتأمل السماء لكنها ما زالت خائفة وبعد عدة دقائق من ذكريات الليلة الماضية أغمطت عينيها لتروحهما قليلا لكن سرعان ما ثقلت أشفانها لتغوص في الظلام دون أن تشعر كان أليكس يجلس في آخر درس لليوم ولأول مرة كان يقزن اليوم بأكمله حتى انتبه جميع الأساتذة أنه لم ينم في أي حصة فقد كان يركز كل حواسه في جميع الاتجاهات بعد أن انتبه لهالة ساحر يحوم حول المدرسة كانت عيني باتجاه النافذة عاقدا ذراعيه عندما قطع تركيزه صوت الأستاذ ديفيز أليكس التفت أليكس إليه ببطء فأكمل الأستاذ هل تعلم متى انتهت الحرب العالمية الثانية؟ هز أليكس رأسه بهدوء نفيا ثم التفت مرة أخرى للنافذة حينها سمع صوت ضحكة صغيرة من خلف الصف سرعان ما اختفت تنحد الأستاذ ديفيز وقبل أن يعود لإكمال الدرس قال أليكس 1945 التفت إليه الأستاذ مرة أخرى بظهور قائلة ذلك صحيح لكنه وجد أليكس على قدميه متجها لباب الصف مرضفهم دورة المياه ثم خرج وأغلق الباب خلفه دون أن ينتظر إذن الأستاذ الذي نظر للباب المغرق للحظة ثم نظر لبقية الطلاب الذين ينتظرون ردة فعله ليرفع كفايه للأعلى قائلا من يعلم كيف يفكر هذا الفتى ثم أكمل الدرس أما أليكس فخرج للممرات المدرسية يمشي بهدوء وخطوات واثقة خفيفة متعديا جميع الصفوف ودورات المياه ومكاتب المعلمين حتى وصل لأحد أركان الممرات التي لا يذهب إليها أحد التفت للخلف وأصند ظهره للجدار ثم قال بصوت بارد أعلم أنك هنا ما الذي تريده لم ينتظر كثيرا حتى ظهر روء أمامه تبادل النظرات قليلا ثم ضاقت عين أليكس بارتياب عندما وجد أن هالة روء غير مستقرة وغريبة بشكل لم يرى من قبل تضغي عليها هالة السحر لكن هناك شيئا ما يشوبها قال روء مباشرة أين هي علم أليكس مقصده فورا لكنه ادعى عدم الفهم سائلا من هي؟ أجابه روء بسرعة ثم أكمل كيورا لا تتعي عدم معرفتها فقد وجدت هالتك في ملابسها عقد أليكس حاجبيه بتكلفه ويقول أتقصد ابنة الميتم؟ عندها تجحم روء وقال بانزعاج أهذا ما تدعون بها هنا؟ وضع أليكس يديه في جيب معطفه الأسهد الطويل وقد لاحظ إنزعاج الذي أمامه يتزايد ولم يفهم السبب فهزكت فيه بلا اكتراث وقال تقريبا وهناك من يدعوها بما هو أسود شد روء على قبضتيه وصر على أسنانه مكررا سؤاله أين هي؟ أجابه أليكس بتململ كيف لي أن أعلم؟ ثم بدأ يعود أدرجه متعديا روء لكنه توقف والتفت إليه حتى تكتمل تمثليته وسأل باستغراب ما الذي قد يريده ساحر من فتاة يتيمة؟ التفت روء إليه بهدوء ابتسامة حزينة قبل أن يجيبه لحمايتها ثم اختفى في الهواء ضاقت عين أليكس بشك متسائلا إن كان هذا هو الفتى الذي أنقذ كيار الليلة الماضية وفكر في طريقة لمعرفة ذلك دون وضع الفتى في مواجهة مباشرة معها أو كشف مكانها الحالي وما أن عاد للصف حتى لاحظ أمرا غريبا اختفت هالة كيارة السابقة بالكامل بالرغم من أنها هالة بشرية ضعيفة إلا أن أليكس كان يميزها بسبب خرقاتها الدائمة حوله أراد العودة سريعا للمنزل لكن إن كان استحر ذو الهالة الغريبة لا يزال يراقبه فمن الأفضل له البقاء حتى نهاية الدوام الدراسي بقى بصبر في مكانه حتى دق الجرس معلنا نهاية حصة التاريخ فجمع أشياءه ببطء ثم حمل حقيبته وخرج من الفصل يسير ببطء عبر الممرات المدرسية وصولا للساحة الخلفية حيث ساحة امتظار السيارات التي امتلأت بالطلاب حينها تحقق من الأمر قام أحدهم بتنظيف المدرسة من هالة كيارة السابقة ولم يكن واثقا أن كان الساحل الغريب أم غيره دخل من وسط الحشود وهو شيء لا يفعله أليكس في العادة وبدأ بشق طريقه من بين الطلاب حتى وصل لآخر صف السيارات وما أن انتبه أن لا أحد من حوله يراه حتى انطلق بسرعة البرقة بعيدا عن المدرسة فكر لنفسه أثناء رجده قد يتمتع السحرة بالتنقل المكاني لكن لا يمكن لساحر سباقي في السرعة ابتسم لنفسه بغرور بينما حرس على اتخاذ طرق الضواحي الملتوية حتى يصعب لشخص من خارج البلدة تتبعه في حال كان الساحر يفعل ذلك لم يقف لوهلة أو يخف من سرعته أبدا حتى وصل لباحة منزله ودخل تحت حماية التعويذة توقف حينها نظرا للأرجاء منتظرا أن يظهر الساحر من مخبأه متفاجئا باختفاء أثر طريضته الذي انقطع فجأة لكن ذلك لم يحدث رغم انتظاره لبعض الوقت لم يظن أن الساحر بالفعل صدق إدعاءاته لذا تفاجأ من عدم لحقه به ربما لا يتمتع بالنباهة أو الدهاء حدث نفسه داخليا لكنه لم يعتمد على هذه النقطة كثيرا فقرر أخذ الحذر على أي حال وعندما وصل ودخل المنزل وجد رأحة كيارا أقرب مما كانت عند خروجه التفت حوله باحثا عنها حتى وجدتها على الأريكة مسترقية بوضع لا يبدو مريحا على الإطلاق جلس عند طاولة القهوة بحيرة لما يجب عليه فعله هل أوقصها؟ أم أنتظر حتى تستيقظ بنفسها؟ تساءل أثناء تحديقه بها قبل أن تفتح كيارا عينيها على مسرعيهما بفزع وتستقيم في جلستها سريعا بحثا عن الهواء تفاجأ من أمرها ولاحظ أنها لم تنتبه لوجوده بعد رغم أنه بالقرب منه ابتعد بهدوء وذهب للمطبخ ثم عاد سريعا بكأس من الماء مده لكيارا التي أرعبها ظهوره المفاجئ وبردت فعل لإرادية دفعت يده بعيدا ووقع الكأس من يده وانكسر على الأرض نظر أليكس لشظايا زجاج الممزوجة بالماء على الأرض ثم رفع نظراته لكيارا بعينين بردتين لم تستطع الأخرى قراءتهم بل اكتفت بالنظر إليه بينما استجمعت أنفسها حتى أدراكت ما الذي حدث لتقفز من مكانها بإحراج قالت بصوت مرتفع الارتباكي آسفة لم أنتبه لوجودك لم يقل أليكس شيئا واكتفى بالنظر إليها بلا تعابير ارتبكت كيارا أكثر لشعورها أنها أزعجته فقالت بسرعة متجهة للمطبخ سأقوم بتنظيف ذلك ذهبت للمطبخ وفتحت عدة دواليب ورفوف حتى وجدت المكنسة حملتها ثم اتجهت لسلة المهملات وحملتها كذلك واتجهت للكأس المكسور حيث يقف أليكس بصمت فتحت السلة وانتبهت لعلب الفاكهة مرة أخرى مما جعلها تتذكر أمر سؤالها لها عن طعامه لكنها دفعت الأمر جانبا أمام الموقف الحالي تركت الضطاء مفتوحا حتى ترقي قطع الكبيرة في السلة أولا لكن ما أن بدأت تجمعها فوق يدها انتفض أليكس من البرودة الذي اعتراه وأمسك بمعصمها قائلا بحذر جلس على رجبته ثم أزيل قطع الواحدة والأخرى على مهل حتى آخر قطع بينما نظرت له كيارا المتفاجئة بعدم فيه ثم وقف وسحبها من معصمها للوقوف معه قال بهدوء دون النظر إليها مشيرا للصندوق الذي وضعته فوق الطاولة قبل أن تنام سأنظف أنا خذي طرد للغرفة وأقومي بتجربة ما فيه ردت بارتباك بعد أن لاحظت أنه ما زال منزعجا مما حدث لا إنه خطأي وعلي إصلاح قال ببرود مجرد كأس ثم التفت إليها وأكمل ليس بالخطأ الشنية لكن نبرته لم تقنعها أبدا لذا سألت ليما أنت منزعج إذن؟ لست منزعجا أجابها فورا وتجنب النظر لعينيها سألت بتوطر غاضب قال متنهدا مرهق ثم النظر لعينيها مكملا من المدرسة تنفست بارتياح وابتسمت قائلة هكذا إذن لقد ظننت أنني أزعجتك بدفعي ليدك قال باستغراب ليما قد يزعجني أمرك هذا؟ ضحكت بإحراج وهي تحك رأسها مجيبة لا أعلم لا أعلم لماذا ظننت ذلك؟ سأذهب لأجرب الملابس كما قلت ثم حملت الصندوق وتوجهت الغرفة بسرعة وأغلقت الباب أمام عين أليكس الذي حطق بالباب الوهل ثم نزل لزجاج المكسور على الأرض ليما قد يزعجني أمرك هذا؟ سأل نفسه بهمس واقفا في مكانه للحظات عديدة لم ينتظر رسول أليكس للصف عندما قرر العودة للميتم فقد كان أليكس أمله الوحيد عندما لم يجد خيط يرشده إلى كيارة في المدرسة كانت الأرواق هادئ عدم صوت أساتذة الميتم داخل الصفوف بحث روه بينها متخفيا حتى وقعت عينها على أمبر كانت تسجل الملاحظات بإجتهاد عكس البقية اللواتي ظهر الملل واضحا على وجوهه تابعها بينما تابعت هي الدرس حتى انتهاءه ثم لحقها بفضول عبر الممرات والدرج حتى وصلت لسريرها وبدأت بتبديل ثيابها الخاصة بالحصص شعل بالارتباك الذي كاد أن يكسر تخفيه لكنه تمالك نفسه وخرج من الغرفة سريعا وقف بجانب الباب في انتظارها الذي لم يطل خرجت وبيدها كتاب متوجهة للخارج ولم يتردد باللحاق بها توجهت للحديقة الصغيرة الخاصة بالميتم وجلست على الكرسي الخشب الطويل ثم فتحت الكتاب وبدأت بالقراءة وقف خلفها بفضول لما تقرأه هذه الفتاة ولم يفهم كلمة واحدة منه عقد حاجبيه بتركيز واقترب أكثر منها إلى أن هب نسيم خفيف تسبب بتطاير شعرها على وجهه استنشق رائحتها لإراديا ولم يصمت تخفيه هذه المرة أمام ارتباكه دفع نفسه للخلف بقوة حتى يبتعد عنها بعد أن أدرك أنه سيصهر ومع ذلك كان مكان ظهوره قريبا جدا منه وقف في مكانه بانتظار صراخ عليه لكن كل ما فعلته أمبر هو الالتفات بهدوء باتجاهه نظرت له لثانية سريعة ثم تجهلته وعادت لقراءة كتابها استغرب من ردة فعلها اللامبالية مرة أخرى فمشى حول الكرسي حتى واقف أمامها رفعت عينيها من كتابها اتجاهه ليقول بتواطر أنا روه ثم عاقت حاجبيه وهز رأسه قبل أن يبدأ من جديد أخصد مرحبا أنا روه قالت بملهل ماذا تريد؟ شعر بالإحراج من ردها البارد فقال أو الأمر خطر بباله أبحث عن كيارة تفحصته بنظرتها لوهلة قبل أن تقول هل أنت حبيبها؟ أجاب بسرعة رفعني يديه أمامه لا عقدت حاجبيها لإنفعاله مما جعله يكمل بإحراج صديق مجرد صديق سألت بشك من المدرسة؟ أجاب بالتوتر فلم يكن جيدا في الكذب أبدا أجل سألت رفعطا إحدى حاجبيه ألم تذهب كيارة للمدرسة اليوم؟ زمر وفهمه عندما أدرك خطأه لكن أمبر لم تمنحه الوقت لإصلاح عندما وقفت على قدميها وتوجهت للداخل عازمة فعل أمر ما التفت حوله للتحقق من عدم وجود أحد ثم اختفى حتى يتبعه توقفت أمبر أمام أحد الأبواب وروه خلفها طرقت الباب وانتظرت حتى سمعت الإذن بالدخول ثم دخلت سريعا لم يكن التنقل للأماكن المغلقة بالأمر الصعب على روه لكن ليتنقل عليه الظهور أولا فالتخفي والانتقال المكاني تعويذتين تتطلبين تركيزا عاليا وأغلب السحر غير قادرين على جمع التعويذتين معا والانتقال متخفين لذا تبعها فورا قبل أن تغرق الباب خلفها ووقف بجانبها يتفحص المرأة التي تجلس خلف المكتب ملامح حدة جسد نحيل نظارة رفيعة بجانب الشعر المعقود للخلف بدل لرؤ أنها وضعت الكثير من الزيت حتى تبقي شعرها بهذا الترتيب واللمعين لكنها بدت بغاية النظافة ثم قطع تركيزه صوت أمبر أنيسا ميلر التفتت إليها سريعا ما أن تكلمت وكأنه صوت مزمار ساحر يجذبه نحو نظر لها وهي تكمل كيارا لم تذهب للمدرسة اليوم كما أنها ليست في الميتم عاقت حاجبيه بعدم فهم للسبب الذي يدفعها للتبليغ عن كيارا هكذا أبقى نظراته بوجهها محاولا قراءة تعبيرها ولم يزحزح عنها حتى عندما رفعت الأنسة ميلر سماعة الهاتف حتى تتحقق مما سمعته مرحبا سارة أريد السؤال عن وضع كيارا اليوم أجل صحيح هكذا إذن شكرا لك ثم أغلقت الهاتف وقالت مسرحة لدينا هاربة وقفت عن كرسيها وتوجهت لأمبر ثم وضعت ياته على كتفها بردة ثم ابتسمت وأبلغت أمبر بما كانت تنتظر تجهزي لأخذ مكانها ثم أكملت وهي تتجه للباب سأبلغ المديرة حتى قروب بأمبر علاه يستطيع فهم ما تفكر فيه لكنها حينها ابتسمت نظر لها بتماع لكنه لم يفهم الأمر بعد فلم تكن ابتسامة مكر بل أقرب إلى ابتسامة انتصار وضعت أمبر خصلة من شعرها خلف أذنها بلا إدراك لكنها انتبهت لفعلاتها وأزلتها بسرعة عدرت شعرها بعد أن مسحت الابتسامة ثم غادرت الغرفة تاركة نروه وحيدا خلفها غارقا في تساؤلاته خرجت كيارا من الغرفة بعد أن بدلت ثيابها الخاصة بأليكس وارتدت الجديدة التي ابتعها من أجلها كان أليكس قد بدلت ثيابه كذلك ونظف الفوضى التي احدثتها كيارا اتجهت إليه في المطبخ حيث كان ينظف ما تركته خلفها بعد الإفطار وضعت ثيابة التي كانت ترتديها على طاولة المطبخ أريد غسل هذه من أجلك قالت متجنبة ذكر السبب وهو تعرقها المتواصل ثم أكملت بإحراج مشيرة لما بين يديه كنت سأفعل ذلك بنفسي لكنني غفوت لا بأس قال بهدوء ثم أشار لأحد الأبواب قريبة من غرفته غرفة الغسيل سألت وأوم لها بصمت قبل أن يشير للأغراض التي أخرجتها سابقا من الثلاجة بالتساؤل بدأت لتبرر آه صحيح لكنها تذكرت سلسلة أفكارها صباحا أثناء تحطيقها بمفاقة طاولة فأكملت بشرود لا توضع هذه الأشياء في الثلاجة نظر لها بترقب لأسئلتها لكنها لم تلقي أي منها واكتفت بأخذ نفسا عميق ليقول أنت غريبة التفتت له بعدم فات ثم قارت لدفع يدك هزر أصو نافيا فأكملت بإحراج لترك الإفطار دون تنظيف هزر أصو مرة أخرى وابتسامة صغيرة لتكمل بثقة تقصد نومي على الأريكة بالتأكيد حينها هزر أصو ضحكا بعدم تصديق كيف يعمل عقلك أشعر بالفضول لمعرفة كيف ترتبين أولوياتك عقدت أصابها فوق الطاولة بإحراج لقد سقطت نائمة بلا شعور لم أستطع النوم في الغرفة اتكأ بكفيه على الطاولة أمامه ثم تنهد باستسلام قد قرر عدم إخبارها عن حقيقته حتى تسأله بنفسها ثم قال مجاريا لها هل السرير غير مريح؟ تسألت إن كان عليها إخباره بالكابوس أم لا ثم قررت تأجيل أمره فقالت وهي تلف بعينيها حول المكان مرة أخر لا السرير مريح لكني شعرت بالاختناق لعدم وجود نافذة ترتت قليلا ثم قال مقترحا هناك غرفة أخرى في الأعلى نظرت له بعدم فهم فأكمل فيها نوافذ ترتت مرة أخرى ثم أكمل بصوته منخفض بجانب غرفتي لم تلاحظ تردده ووافقت مباشرة بسعيدة قائلة شكرا توقفت فجأة لانتقال نظرتها من أليكس لشيء ما خلفه شيء بدل ملامحها من السعادة للخوف في ومضة التفت أليكس متتبعا نظرتها ليجد صديقه ورويك يقف وسط منزله قال أليكس باستغراب ورويك لكن الذي أمامه ابتسم قائلا أتيتي لأتحقق إن قامت بقتلك ثم نظر لكيارا مكملا ليس بعد على ما أظن ترجمة نانسي قنقر